السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا بكم برشا قضايا وبرشا قرارات قضائية صادمة اليوم تصدر بش نحكيها عليها ولكن تارفون ولا يمت لخير بعد الحكم في قضية المطار فما ردود فعل مختلفة حتى انه وكالة الوكالة العامة للدولة القضاء العسكري كانت أصدرت بيان ووضحت فيها كيفاش تم الحكم في قضية المطار وكيفاش تنجم توقف محامي على ممارسة المهنة وبرشا تفاصيل أخرى اليوم نحكيه في نفس السيق ريدا بالحاج عن جبهة الخلاص الوطني يقول ان السلطة ويتهم السلطة الحالية بالتدخل لتوظيف المحكمة العسكرية في سراعات سياسية على حد تعبيره هذا كان في تصريحاته اليوم في شمس أفهم عضو جبهة الخلاص الوطني ريدا بالحاج قال بان المحكمة السياسية لقاعدة سايرة وندت زيدا بإحالة سياسيين على القضاء العسكري وقال بانه فمت تدخل من السلطة السياسية لتوظيف المحكمة العسكرية يقول بانه السلطة تقوم بإقحام القضاء العسكري في سراعات سياسية لا علقة له بها ودعا في نفس السياق ذي إلى ضرورة أن تكون المحكمة العسكرية بعيدة عن كل السراعات وعن كل ما هو سياسي جئوا إلى قرارات قضائية صدرت في الساعات الأخيرة قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رفض ضمنيا مطلب الإفراج اللي تقدم له في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بشبهة التسفير إلى بؤر التوتر حسب بذاعة موزيك فإنه فريق الدفاع علي العريض كان تقدم بمطلب للإفراج عليه ولكن وبانتهاء أجل أربع يوم لم يرد قضي التحقيق على المطلب لا بالسلب ولا بالإيجاب لا قال أوكي لا قال لا وهذا يعتبر رفض ضمني حسب القانون المحامين تعالي العريض اللي هو رئيس حكومة أسبق وزير داخلية أسبق نائب رئيس حركة النهضة قرروا أنهم يستأنفوا قرار الرفض هذه أمام دائرة الإتهام للبد فيه نجي إلى شخصية أخرى سابقا في حركة النهضة كان رئيس حكومة سابقا حمادي أجبيلي قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر تأجيل استنتاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي أجبيلي بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر وثائق الجنسية تونسية لفائدات أجنبي يشتبه في أنه مطلوب من أجل القضية ذات سبغة إرهابية وإذا حسب إذاعة موزايك حسب ما نقلته إذاعة موزايك به حمادي أجبيلي متورد في هذه القضية فما شبها يعني تحوم حوله ومش كان هو فما برش أطرف خرين كما نردل بحير لينفي أي علاقة له بهذه القضية وقرار تأجيل استنتاق حمادي أجبيلي يأتي استجابة لطلب تقدم به المحامين بتاعه بخصوص مذكرة طعن لدى المحكمة الإدارية أرفعها قضية تحقيق اللي تم تعهيده سابقا بالملف لأنه تم أعفئه بمقتضى مرسوم رئيسي يعني مرسوم من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وطعن لدى القضاء الإداري من أجل دعوة تجاوز السلطة في قرار أعفئه طالبين انتظار مئلة طعن المرفوع من القاضي المعفي قضية أخرى تتعلق المرة هذه بشخص هو رمز من رموز النظام السابق ما قبل الثورة من رموز عيلة ترابلسية إلى غير ذلك بيشنو الحكاية تتعلق بسخر الماتري الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضاة البارح غيابياً بأسجن مدة عشر سنوات في حق كل من محمد فهد سخر الماتري وشخص أجنبي وخطأتهم الزوز بمبلغ 61 مليار 61 مليون دينار وقلزمتهم بيرد نفس المبلغ بالتضامن بينيتهم يرجعوا 61 مليار هذا بين سخر الماتري والشخص الأجنبي كما قضاة دائرة المذكورة بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح حكمت عليه ثمانية سنين سجن وزوز متهمين أخرين حكمت عليهم أربع سنين وهذا شنو القضية اللي حكمت فيها هذه تتعلق بقضية في علاقة بتسهيل عملية توريد بضائع محجرة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مغلوطة لدى ديوينة للتهرب من الدفع الضريب وديما فما قضايا تتعلق في عهد بن علي والترابلسية وكل قبل تقريبا فما تتكرر الشبهة دي متاع أنك ديما تصدر وتورد اللي تحب عليه وتعطي فيه فواتير مضروبة وكل شيء وتتفصى من الضرائب وغيرها به وجهت إلى جملة المتهمين لكل هذوما تهمت تحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء الخاصة نفسه لنفسه أو لغيره والإذرار بالإدارة وللإشارة نحب نوضح نقطة أنه تم الحكم بنقذاء الدعوة في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بموجب الوفاة الله يرحمه يناعمه يرحم جميعه الموتى لكل ربي يرحمه به بالنسبة لبقية الأخباء طبعا قاعدين تبعوا في الحراك السياسي وعبير موسي قد تتحرك المرة هذي وتستهدف فرسيل متاحها الأمم المتحدة عاملة تحرك قدم مكتب الأمم المتحدة في تونس وقالت بأن المسؤولة عن مكتب الأمم المتحدة في تونس أبلغهم كتابيا بأنه تم نقل مطالب الاعتصام وأصبحت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة هما مشيوا للمقرة متاحهم في تونس وعملت اعتصام وعملت فيديو لايف وكل شيء وتعلن اليوم بأنه المسؤولة على المكتب متاح تونس قال لهم رأوا في إتار التقارير طبعا يبعثوها رأوا بعثوا تقارير قالوا رأوا فم حزب معتصم قد من الوحد يحبي يلفت الانتي به للمطالب متاح وشنوة اللي ضمنتها وكل شيء به أكدت عبير موسي بأنه المنتظم الأممي أمام امتحان عسير إما تفعيل المعاهدات وتنفيذ الالتزامات الدولية وعدم تزكية الاعتداء على حقوق الشعب التونسي أو اثبتها شاشة المنظمة وعدم جدية منظومة حقوق الإنسان في العالم حسب تعبيرها وتطالب من جهة بحق الشعب في تقرير مصيره لا تعترف بالانتخابات لا تعترف تقول أنه هذا النظام أو المسار من غير شرعية ومن غير مشروعية وعنده عدة وجهة نظر أخرى كما تطالب بغلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ترجمة نانسي قنقر